السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب درس اليوم سيكون هو الدرس الثاني من دروس فصل الجبر والدوال سنرى اسم هذا الدرس اسم هذا الدرس هو القوى والعساس فكرة الدرس استعمل القوى والأسس حين فقط فكرة الدرس والهدف منه هو استعمال القوى والأسس مفردات الدرس عندي مفردات الدرس واحد العوامل الأسس الأسس القوى تربيع تكعيب قيمة الصيغة القياسية الصيغة الأسية هذه المفردات سنستخدمها الآن إن شاء الله خلال الدرس ونبين كل معنى في هذه المفردات عندما يضرب عددان أو أكثر أحدهما في الآخر لتكوين ناتج ضرب معين فإن هذه الأعداد تسمى عوامل يعني إذا كان عندي أعداد مثلا اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين هذه الأعداد المضروبة في بعض تسمى عوامل وإذا استعمل العامل نفسه في الضرب فيمكنك استعمال الأسس لتبسيط التعبير الرمزي يعني مثلا هذا الآن العوامل المتشابهة اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين بإمكاني أكتبها بتعبير رمزي آخر أسهل على شكل أسس يعني الأثنين هذا مضروب في نفسه ثلاث مرات يعني اثنين أس ثلاثة وهكذا بهذا الشكل ويبين الأس عدد المرات يعني هذا الأس الثلاثة يبين لي عدد مرات الضرب يعني نضرب هذا الأثنين في نفسه مثلا أربعة أس خمسة بهذا الشكل هذا يسمى الأس طبعا هذا معنى أربعة ضرب أربعة ضرب أربعة ضرب أربعة خمس مرات بهذا الشكل ويقصد بالأساس العامل المشترك في حاصل الضرب هذا الأربعة هذا كله نسمي أساس وهذا يسمى أس وهذا أيضا هو الأساس أيضا هذا نسميهم أساس أيضا بصيغة قياسية بصيغة قياسية شوف الآن بعض له الأشياء الهامة مثلا عندي هذا المثال نلاحظ أن الأربعة هو الأس والأساس هو ثنين الأس يبين لي عدد مرات الضرب يعني هذا الأساس نضربه كم مرة في نفسه واحد اثنين ثلاثة أربع مرات فتضربه ثنين ضرب اثنين أربعة ضرب اثنين ثمانية ضرب اثنين ستعاش تسمى الأعداد التي يعبر عنها باستعمال أسس قوة وينش وش المقصود بالقول القوة طبعا هي هذا بهذا الشكل ثنين أس أربعة كامل الرقمين دولا المكتوبين الأساس والأس كامل هذولا نسميهم قوة العددين نسميهم قوة بهذا الشكل لازم يكون أس وأساس علشان نطلق على الرقم قوة لازم يكون فيه عندي أساس مع الأس وتسمى قوة نشوف الآن عندي هذا مثلا الآن خمسة أس ثنين بهذا الشكل نكتبه باللغة العربية خمسة أس ثنين له ثلاث قراءات طبعا هذا يقرأ خمسة أس ثنين طريقة العادية خمسة أس ثنين شوف كيف كانت منها العدد خمسة مرفوعا للقوة الثانية تربيع أو خمسة أس ثنين يعني هذا نقدر نقرأ بثلاث قراءات نقدر نقول لدينا خمسة نبدأ بالأساس خمسة أس ثنين بهذا الشكل أو نبدأ بالقوة هذه اللي فوق نقول القوة الثانية للعدد خمسة أو نقول خمسة تربيع هذا يقرأ إذا كان الأس ثنين يقرأ تربيع نشوف الآن إذا كان الأس ثلاثة في عندي أيضا أربعة أس ثلاثة هذا الكل يعرفه أنه أربعة أس ثلاثة ولكن إذا كان الأس ثلاثة يقرأ تكعي نقرأ تكعي ونقرأ القراءات العادية الأخرى أربعة أس ثلاثة أو نقرأ بالأس القوة الثالثة للعدد أربعة بهذا الشكل القوة الثالثة فقط عندي إذا كان الأس ثلاثة يكون إليهم ثلاث قراءات غير ذلك يكون إليهم قراءتين فقط مثلا نقول خمسة أس أربعة هذه ما تقرأ إلا بطريقتين إما نقول للقوة الرابعة للعدد خمسة أو خمسة مرفوعا للقوة الرابعة أو خمسة أس أربعة مباشرة شوف هذه الآن ثنين أس أربعة شوف تقرأ الآن العدد اثنان مرفوعا للقوة الرابعة أو اثنين أس كم أربعة قراءتين فقط باستثناء الأس ثلاثة واثنين لهما ثلاث قراءات نأخذي الآن مثالان كتابة القوة على صورة ضرب العامل في نفسه أكتب كل قوة كحاصل ضرب العامل في نفسه شوف المثال الأول سبعة أس خمسة استعمل العدد سبعة كعامل خمس مرات يعني هذا الآن لو أجلي المثال سبعة واس خمسة أقول له سبعة ضرب سبعة ضرب سبعة ضرب سبعة ضرب سبعة قراءة فهم السؤال نصف الإجابة استعمل العدد سبعة فقط قال لي استعمل أحيانا نقول لي يحسب لو قال لي يحسب لازم نطلع قيمة ناتج الضرب لضرب العامل في نفسه الآن بهذا الشكل فقط نضرب الضرب بهذا الشكل وهذه تسمى الصورة القياسية هذا الآن اللي نشوفه سبعة ضرب سبعة ضرب سبعة ضرب سبعة ضرب سبعة صورة قياسية لعلى اليمين هذه نقول عنها صورة أسية ونجي الآن نتكلم عنها إن شاء الله قدام شوي نشوف المثال الثاني ثلاثة أس ثنين أيضا قلنا إليها ثلاث قراءات ثلاثة أس ثنين ثلاثة تربيع أو القوة الثانية للعدد ثلاثة استعمل عدد ثلاثة كعامل مرتين مرتين لأنه مرفوع للقوة الثانية ثلاثة ضرب ثلاثة ولو قال لي حسبه هذا سهل جدا يساوي تسعة تحقق من فهمك الآن نتحقق نشوف الآن نختبر نفسنا اكتب كل قوة على صورة ضرب للعامل في نفسه ستة والسربعة نعطي فرصة إلى الطلاب ستة والسربعة كم يساوي كيف نكتبها في ضرب العامل في نفسه الأخطاء اللي يقعوا فيها الطلاب ممكن يجي أحد الطلاب يقول لي ستة والسربعة يكتبه بهذا الشكل ستة والسربعة وهذا خطأ وقد بعض الطلاب يكون عنده خطأ أن ستة والسربعة يكتبها بالعكس يتعامل مع الأس كأساس والأساس أس يعني يقلبهم مثلا يروح يضرب الأربعة في نفسها ست مرات بهذا الشكل بهذا الشكل وأيضا هذا الاحتمال خطأ طريقة صحيحة أن نضرب الستة في نفسها أربع مرات شوف الحل الآن هذا هو الحل ستة ضرب ستة ضرب ستة ضرب ستة نشوف المثال الآخر أيضا تحقق من فهمك واحد أس ثلاثة واحد أس ثلاثة هو عبارة عن واحد ضرب واحد ضرب واحد نشوف الآن هذا هو بهذا الشكل الآن انتهينا من الفقرة الأولى من الدرس ننتقل إلى الفقرة الثانية يمكنك إيجاد قيمة القوى بضرب العوامل وتسمى الصيغة التي تكتب فيها الأعداد دون استعمال الأسس الصيغة القياسية مثالا كتابة القوى بالصيغة القياسية ومن ناخدها بالعكس احسب قيمة كل تعبير مما يأتي بما أنه قال لي احسب فلابد من إيجاد الناتج النهائي لو قال لي اكتب كحاصل ضرب العامل في نفسه فقط نتوقف عند عملية الضرب بدون إيجاد الناتج لكن لو قال لي يحسب مثل هذا المثال خمسة أسس ثنين يعني ثنين ضرب ثنين ضرب ثنين ضرب ثنين ضرب ثنين خمس مرات ونطلع الناتج فنقول لي اثنين ضرب ثنين ضرب ثنين ضرب ثنين ضرب ثنين هذه الصيغة القياسية اثنين أس ثنين هذه تسمى الصيغة الأس ثنين ضرب ثنين أربعة ضرب ثنين ستة ضرب ثنين ثنين ضرب ثنين أربعة ضرب ثنين ثمانية ضرب ثنين ستة عش ضرب ثنين ثنين وثلاثين بهذا الشكل المثال الآخر أيضا عندي مثال 4 أو 3 يعني 4 ضرب 4 ضرب 4 ثلاث مرات 4 ضرب 4 يساوي 16 16 ضرب 4 يساوي 64 في حال أن الطالب طبعا ما يستطيع أن يضرب بشكل أفقي بهذا الشكل يقدر يستخدم له الضرب العمودي 4 في 4 16 يبقى عندي 4 فيضربهم بهذا الشكل الضرب العمودي 4 في 6 24 بهذا الشكل 4 في 1 4 2 باليد يساوي 6 بهذا الشكل الآن نتحقق من فهمك احسب قيمة كل مما يأتي عندي 10 أس 2 لابد أن الطالب ما يقع في الأخطاء اللي ذكرناها أنه يقول 2 ضرب 12 مرات لا التحديد عدد مرات الضرب هو اللي يحدد لي الأس فهذه معناها 10 ضرب 10 بهذا الشكل إذا قال لي يحسب ما أنه قال لي يحسب يعني 10 ضرب 10 يساوي 100 نشوف الحل الآن هذا هو الحل 10 ضرب 10 نشوف الآن كم يساوي يساوي 100 المثال الثاني 7 أس 3 يعني راح نضرب السبعة في نفسها ثلاث مرات نشوف الآن 7 ضرب 7 ضرب 7 يساوي 343 المثال الثالث 5 أس 4 أيضا راح نضرب الخمسة في نفسها أربع مرات هذه الصيغة الآن نسميها خمسة والس أربعة الأسية نحولها إلى صيغة قياسية هذه هي الصيغة القياسية 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 5 في 5 25 5 في 5 الثالثة والرابعة 25 25 ضرب 25 625 بهذا الشكل وتسمى الصيغة التي تكتب فيها الأعداد باستعمال الأسس الصيغة الأسية مثال كتابة الأعداد بالصيغة الأسية اكتب ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة بالصيغة الأسية لأن هذه الصيغة تسمى قياسية الآن بالعكس نقول العدد الثلاثة هو الأساس مكرر كم مرة أربع مرات واستعمل عاملا أربع مرات لده فالأس هو أربعة فنكتب على صورة ثلاثة أس أربعة ثلاثة أس أربعة بهذا الشكل هذا نسميه الصيغة الأسية تحقق من فهمك نعطي فرصة الآن للحل اكتب أطنعش ضرب أطنعش ضرب أطنعش ضرب أطنعش ضرب أطنعش بالصيغة الأسية كم يكون الناتج؟ إذن الناتج هو أطنعش هو الأساس مكرر كم مرة؟ خمس مرات يعني أس خمسة بهذا الشكل لعدد أطنعش هو الأساس واستعمل كعامل خمس مرات لديه فل أس هو خمسة نكتب الناتج ما يحتاج طبعا نكتبه هذه بالصيغة القياسية مباشرة نحط له أطنعش أس كم؟ خمسة بهذا الشكل أطنعش أس خمسة مثل ما ذكرنا في المرة الأولى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته